مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم وهتكلم حضر والله في مطش المريخ وهتكلم في مطش سينبا عندي حاجات كتيرة جدا نتكلم فيها مع كابتن أحمد لكن الموضوع ده الحقيقة لا يقل أهمية احنا جولا نتكلم على المنافسة ونتكلم على أنه المنافسة تحولت من منافسة رياضية من منافسة بطولات وإنجازات للأسف شديد جدا لمنافسة تصريحات، إهانات، استفزازات، إشعاعات وده شيء ما اعتقدش أنه هيفيد الرياضة المصرية بقى شيء وما اعتقدش حتى أنه هيفيد الكيانات المفترض الحقيقة أنها كيانات كبيرة جدا وعندها تاريخ كبير جدا وعظيم جدا والأسف شديد جدا تراجعت والتراجعة ده زي ما قلت لكم في بداية الحلقة مش في مصلحة الأهلي أنا يمكن كابتن أحمد طبعا بعد الترحيب بيج مرة تانية كنت بقول أنه الأهلي من مصلحته دايما أنه يكون فيه منافسة مش بس في الكرة في مختلف الرياضات ومش ما يكونش منافس واحد بالعكس داي يكون منافس واثنين وثلاثة داي يهم الأهلي داي يفيد الأهلي ويفيد من وراه كمان الرياضة المصرية طيب خلينا نكون واقعيين الأهلي من غير منافس مش هيبقى الأهلي بمعنى بمعنى صح لو ما فيش حد بيجري معاك في السبق هتجري براحتك ما فيش مشكلة إنما طول ما فيه واحد بيجري معاك عشان يوصل قبليك فأنت هتبزل أقصى ما عندك أدي نمرة واحد نمرة اتنين لما الفرق هنتكلم على الكرة لما الفرق تبقى واحد واثنين وثلاثة واربعة بتنفس النادي الأهلي دي في حد ذاتها هتزود روح المنافسة عند اللعيبة رقم اتنين هتخلي اللعيبة تطلع كل اللي عندها وتخلي المسابقة والجمهور والمردود قصة تانية حالة حاجة تانية حالة مفيش شك إن الرياضة في آخر سنتين ثلاثة يمكن في البيج بتاعها من بعد أيام الثورة صحيح استعادة الرياضة جزء كبير من قوتها يعني إنت عندك مثلا في التنس بتلاقي ميار حتة تانية برضو أهلوية تعال تفرج اليد المنافسة كبيرة جدا طايرة النادي الأهلي عمل حالة كبيرة في السلة عندك الأهلي والاتحاد وسبورتينج والزمال في كذا فرقة فالقصة في إيه أنت عندك لما يبقى عندك فرقة واثنين وثلاثة واربعة بينفسه هيخلوا النادي الأهلي أو لعبة النادي الأهلي وجهازه يقدموا أحسن ما عندهم ودي الميزة إنما قصة بقى التنمر والأقوال الغير صحيحة والسب وده في صفحات بتطلع حاجات مش موجودة في الكون أصلا وأفكار غريبة عشان تهيج الجمهور بتاعها على الفرقة التانية أو جمهور بتاع الفرقة التانية على العكس في مسؤولين للأسف للأسف وفي يعني صحفيين ومزيعين كبار جدا بيجيبوا واحد من هنا واحد من هنا عشان يتراشقوا بالكلام السوشال ميديا والترند ونسبة المشاهدة واللايكس والكومنس والفيورشيب هي دي السبب من وجهة نظرك للأسف للأسف ما فيش أصلا مش هتقدر تصنفها يعني للأسف ما فيش حل تاني طول عمرنا كان عندنا قناة واحدة بس بنتفرج عليها وكنا بنلاقي أهلاوي وزمال كاو قاعدين بيحللوا وما فيش أي مشكلة وما فيش حد بيقطع في التاني دلوقتي ده بيقلل من إنجازات ده ودلوقتي ده بيقول ده مش هيقدر يوصلي أقول لك حاجة أنا يمكن في فترة من الفترات من فعلا أنت نجم وصاحب يعني مشوار ناجح جدا هو النجاح مهم قوي لدرجة أنه يجي على حساب أي شيء يعني حتى ولو كان نجاح مزيع أخلاق وما بدأك ودينك أهم من أي حاجة ما هو أنت بأي حال من الأحوال أنت بتتطرق غصبا عنك أن أنت يعني تعمل حاجات سيئة تخالف أخلاقك بصراحة أنا هقول لحضرتك حاجة فترة من الفترات من سنتين ثلاثة كان فيه هجوم ضاري على النادي الأهلي من بعض الناس وبصراحة كنت بدافع بخدرة كبيرة جدا يمكن زي ما بقول لحضرتك من أربع شهور أو من ثلاث شهور تحديدا ما بقيتش أتكلم على حد تاني خالص 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 لأن اللي كان يتعب النادي الأهلي أو اللي كان بيشكك في النادي الأهلي وبيشكك في زمم الرئيس وبيشكك في إنجازات النادي الأهلي مش موجود دلوقتي فأنا خدت قرار إن أنا خلاص أهد اللي كنت ممكن أعمله في وقت من الأوقات إن أنا أقف في ظهر النادي الأهلي ودي مش بعملها يعني مش أنا العفريت يعني بس أنا بعملها بحب غزبا عني تطلع غزبا عني والله إنما دلوقتي وأخذ قرار إن أنا مردش على أي حاجة تهيجي الناس تاني لأن فعلا إحنا غزبا عننا ممكن ناخد زنوب ناس تانية ممكن تتخانئ وتعمل مشاكل وا 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 فدي بقى رسالة للدنيا كلها يا ريت يا ريت الدنيا تهدى يا ريت أنا واحد من الناس بقول مش هتكلم تاني في حاجة زي كده ومش هعمل أي مشكلة يا رب الناس كلها تحزو حزو